اهلا بحضراتكم من جديد بطولة الامم الافريقية كان 2019 خليكم فاكرين كويس قوي انه المحيطة بيها تقريبا بتحولها الى نقطة انطلاق مختلفة نقطة انطلاق للمجتمع المصري في اتجاهات تانية كتيرة المسألة اكبر من مجرد بطولة والحكاية مش حكاية بطولة ولا حكاية السد زمان الحكاية حكاية بطولة فعلا لما مصر اخدت تنظيمها اخدتها قبل ست شهور من انطلاقها الكاميرو انتعثرت في ملف الانشاءات اللي يسمع النهاردة رئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد رشواندس وهو بيقول انا يعني عايز اعمل تعظيم سلام لمصر اللي انا شايفه بلد خدت البطولة قبلها بخمس شهور قدرت تنجز البنية التحتية الرياضية في ملاعب وانشاءات هم نفسهم مبهورين بها جدا وبيشكر الرئيس عفتاح السيسيو بيقولك اللي احنا لقيناه من الدعم والمساندة والاهتمام ما كناش نتخياله ابدا فممتني جدا للي مصر عملته وعندهم امتنان ان هي دي البطولة اللي مصر راعت انشاءها سنة سبعة وخمسين ما هو احنا حاسين واحنا في البيت ان فيه حاجة مختلفة يعني وانت قاعد قدام التليفجين كده وانت قاعد بتشوف الصور اللي بتطلع والاسعدادات اللي بتطلع وطريق كلام الناس وطريق كلام السوديات التحليلية عن البطولة لا هناك يعني دم جديد يجري في شرايين الكرة المصرية ومناحي الحياة لان انت النجاح بيبقى عبارة عن ايه عن طرق عن مواصلات عن التذاكر عن نظام دخول وخروج عن تأمينات عن استقبال الضيوف وصلهم الى اماكنهم في اللوكندات تحركاتهم بسهولة ويسر من الفندق الى الملعب للتمرين او لاداء المبرهة والعكس كل ده هيتعمل بشكل مختلف وشكل احترافي وبشكل يعني عراقي يعني انا بقول لك حط كلمة الرقي امام كل كلمة خليكوا فاكرين البطولة دي هتعمل ايه في المجتمع باذن الله عشان كده حتى الفكرة الحضرية جدا اللي احنا فعلا ملينا من المطالبة بيها انه ازاي تقدر تدي تذكرة لمشاجع وانت مسجل بياناته الاهلي عنده تجربته شركة تذكرتي لما اقدمت على هذه التجربة مع بطولة الامم الافريقية المهندسة انا بريدا مبالح سمعته بيقول احنا هنكمل التجربة دي في الدور ان شاء الله في الموسم اللي جاي فكتير من الثمار الكان يفترض ان هي تنتقل لحياة الرياضية كلها وللموسم الكرة اللي جاي بس عشان تنجح التجربة وعشان فعلا احنا مستضيفين في ارضنا تلاتة وعشرين دولة بكل وفودهم وبكل سياحهم وشوفوا كل الوزارات متفاعلة ازاي لابد ان كل المشجعين يلتزم وينضبطوا بكل الضوابط اللي هقولها لكم دلوقتي اللي وزارة الداخلية النهاردة اهتمت ان اتطلعها وتناشد الجمهور وتهيب بيهم انه يهتموا بداء عشان الحدث ينجح لازم ان نتغير اساليب الشغب والجمهور الغلبان اللي بي ناس يروح المدرج عشان ناس تهتف وناس تخرج عن السلوك فنلاقي ناس منهم لغاية دلوقتي بيتحكموا بيتحاسبوا ليه ما خلينا نتكلم على ارضية اولا فيها من الحالة الانضباطية العالية فيها من تحديد الشخصية والهوية بشكل جيد كل مشجع بياناته معروفة كل واحد هيشيل شيلته مفيش مشجع هيتظلم مفيش مشجع هيتقبض عليه عشوائيا مفيش واحد هيدخل يتحبس ولا يحتجز واسرته تشتكي وتبكي وانه وراه امتحانات لا كل واحد هيكون مسؤول عن تصرفه الشخصي وفعلا ما حدش هيتسيل الا المخطئ وفقا لمنظومة العمل اللي تمت فقالت واللي اصبح من خلال هذه المنظومة السيد براهيم اللي حنسرودها دلوقتي كخطة خطة هتفاهم الناس ايه اللي هيعملوه بالضبط من اول ثانية هيروحوا المطشط ازاي وخرجوا ازاي واخشوا ازاي لكن طريق التحديد دقيق لكل واحد وكل واحد هنكتشف ازاي انه واضح وباين بيعمل ايه بالضبط فلا فوضى ولا ظلم اليوم الدخلية قالت لن يسمح بدخول الاستاذ لن يسمح الا لحامل الفان اي دي الفان اي دي اللي هي بطاقة هوية المشجع اللي هي بيحصل عليها ازاي واحدة واحدة عشان نفاهم الناس بقى هو علشان ياخد تذكارة عمل بطاقة الفان اي دي دخل كل بياناته وسجل كل المعلومات بتاعته الشخصية واستخرج الفان اي دي فاصبح هو زي ما يكون مشترك في جماعة المباراة بزي الكرنية هو بعد كده مش هيشتري تيكت مش هيشتري تذكارة الا لو معاه الفان اي دي يبقى محدش هياخد تذكارة خالص الا اللي معاه الفان اي دي فالتذكارة اللي طلعه برقم معرفة طلعه المين لفلاني لفلاني فهو انت داخل الاستاذ هتطلع الفان اي دي والتذكارة معاك محدش هيدخل بتذكارة وما معهوش الفان اي دي والفان اي دي نفسه كاي دي كبطاقة هوية مش كافي لازم ان يبقى انت معاك التذكارة ومحدش هياخد تذكارة من غير بياناته ما تتسجل والناس في اتحادوا الكورة اللي كان بيوزعوا تذكار بالكتير قوي ومنهم اللي كان بيبيع في السوق السودة كتير ومنهم ناس كتيرة امتصت دماء الغلابة في بطولات سابقة كل دا انتهى لا فوضى اليوم الدنيا داخل السيطرة الشديدة حنقول دلتالي انت معاك الفان اي دي رحت اشتري التذكارة بعدين جالك حاجة ان واحد يقالك يكسبك كرشين واخده منك مش هيعرف يخش بيه ليه لانه انت بتخش بالتذكارة وبيطبق بالفان اي دي بالاسم بالبيانات بالرقم اخدت صور كتيرة يعني لو شوارب معا صور هتشوف صور كتيرة اللي التجاربت عملت وشفناها اه فما فيش مجال ان واحد ياخد تذكارة ويخش من غير الفان اي دي اهه فبتقول وزارة الداخلية انه لن يسمح بالدخول الاستاذ الا لحامل الفان اي دي والتذكارة الفصائر بالمشاجر اخيرا اخيرا هتقضي على السوق السودة سيتم فتح ابواب الاستاذ للجمهير من الساعة الواحدة بعد الظهر اه يوم المباراة على ان تغلق الابواب في الساعة السادسة والنصف مساء المباراة الساعة عشرة الباب هيتقفل ستة ونصف طبعا الافتتاح قبل منه فدي اجراءات خاصة بالافتتاح يحذر استحاب الممنوعات والالات التي يمكن ان تحدث ضررا عاما بجسم الانسان فكرة ان انت تتفتش برا فتتلاقي معاك حاجة فتلاقي دايما وابدا على البوابات واحد معا باوربانك بتاع التليفون واقف عمالي يهاتي مع رجالة الامن انا عايز ادخل لا ممنوع وتلاقي دايما وابدا على البوابات الزحمة بسبب الممنوعات عشان كده الامن حريص انه يوضح هي ايه الممنوعات اللي راح للاستاذ راح يستمتع انت عارف ان واحد وثلاثة واربعة وخمسة ممنوعية الباوربانك ده زي زي التليفون ده الكابتن اللي بيكتاج تفتح دماغه بتليفون بمومايل فقال الامن يسمح فقط بدخول اكواب المياه البلاستيكية وعبوات العصير الكرتون والاطعمة في اطباق فويل والهواتف المحمولة كما تم تزويد المدرجات بكاميرات مرأبة لرصد كافة مظاهر الشغل او الاحتكاك واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها يعني بصوا فيه كاميرات مترشقة في كل جوانات المشجع وهو قاعد متحدد كويس اي خطأ اي خروج عن القانون اي تجاوز اي اساءة خد بالك امعلم انت متصور وبشكل واضح ده الجديد انت مش مص بكاميرات المرأبة المترشقة في الاستاذ ده الجديد ان فيه ده يمكن عمليات مراجعة وبروفا لاستلام الفان اي دي والتعامل مع الشباب الرائع من المتطوعين لكن الجديد زي ما قال بيانة داخلية انه سيتم تأمين الاستاذات وجميع مباريات البطولة لأول مرة باستخدام طائرات الدراونز انا مش طيار فمعرفش ده هيتم ازاي لكن الكلام اللي تقال انه عن بعد هيتم تصوير الاستاذ وتفاصيله ما احنا بتشوف طياران كده بدون طيار فيها كاميرات وبتبتلف بالضبط دي سهلة جدا يعني فهيتم تصوير تفاصيل التفاصيل داخل الاستاذ فالمسألة كلها تحت السيطرة وتحت الرقابة وتحت المتابعة علشان لا يدار شاب عادي ولن يظلم حد ملتزم بالقانون وفي نفس الوقت لن يفلت متجاوز فاللي رايح رايح انضبط رايح عارف ان الكرسي اللي قاعد عليه ده بلده تكلفت فيه كام هيشوف مستوى الكرسي اللائق والمحترم زي ما بيشوفه بطولات كاس العالم هيشوف مستوى ارضيات مختلفة هيشوف اجواء مختلفة تماما هيشوف معاملة كريمة ولايقة زي ما بيشوفها بالشكل الحضاري في البطولات العالمية ناقص ان انت تلتزم زي ما الناس بره بتلتزم عشان كده مش هتكون المسألة متسابق الى اي هنا النقلة النوعية ان ما فيهاش مسائل تقديرية خلاص انا عندي اجراءات انت هتحترم بقولك وريني انت سايق عربية وريني رخصتك ورخصة العربية حتى العمل بيهدوء الدنيا هتمشي تصدر حضرتك هتقول لا مش مريك الرخصة خلصت ما خلصتش ما معيش بقى فيه مشاكل الالتزام بالنظام احسن حاجة وانا الاوان ان احنا كلنا في كل حياتنا نلتزم بهذه القول وضع خطة مرورية لاستخدام حولاته والمحاور المرورية البديلة بمنطقة الاستاذ عند الضرورة لان الحقيقة اللي تم من انجاز فيه شرايين مرورية كتير حوالين الاستاذ انا ناس كتير اتكلمت بعجاب شديد جدا ليه ازاي تم تفكيك كل المحاور المرورية حوالين الاستاذ انت كانت تشكوا ان استاذ القيارة لما تبنى بالمناسبة تبنى الرئيس الراحل جمال عبد النصر افتتحه سنة ستين واول بطولة اقيمت فيه للكاس الامم الافريقية اربعة وسبعين لكن لما اعاد تطويره دلوقتي وتحديثه واعادة افتتاحه يتم تفكيك المحاور المرورية الكتير حوالين منه عشان تبقى فيه درجة انسيابية عالية جدا وفيه خطة بديلة هنا تسدت تسد الطريق تقدر تروح محيطة تاني بالضبط وضع علامات ارشادية بمنطقة استاذ القيارة لارشاد واعلام الجماهير باماكن الدخول وساحات الانتظار وطرق الوصول والخروج منع حيازة الالعاب النارية او المواد الحارقة او قابلة للاشتعال او الاتيان باية افعال تؤدي او تحدث اعمال شغب سيتم تنفيذ القانون تاني سيتم تنفيذ القانون بكل حسم وحزب في مواجهة اي اخلال بالامن والنظام دي مسألة لا تقبل ابدا عشان كده الكلام على ان الشامريخ ممنوعة اي ادوات حد ممنوعة اي حاجة تحدث اي ضرر باي حد ممنوعة احداث اي تلف بالمنشيئات العامة او الكراسي ممنوعة من عم باتا سيتم تطبيق القانون بكل حزم وحزب الاستعداد باجهزة الكشف عن بطاقة المشجع او الفان اي دي ومطابقتها مع التذكرة الاستعداد التام بالبوابات الالكترونية الخاصة بكشف المعدن والمحزورات لاول مرة في الملاعب سيتم الاستخدام اجهزة خاصة لكشف الشامريخ والالعاب النارية والسواريخ لاول مرة في مباراة البطولة يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد وتحركاته ووزارة الداخلية تهيب بالجماهير الالتزام بالروح الرياضية يعني الجولة هي قدامة بين الاستادات المختلفة يعني كلهم على نفس الشكل الرائع المبهج شوف اللي تم من بنية تحتية في الملاعب يا باش مهندس امر غير طبيعي بالمرة غير طبيعي يعني اعضاء اتحاد الكرة نفسهم ناس كتيرة كنت بتتكلم معهم اليومين اللي فاتوا هم مكنوش متصورين لان الشركات اللي خدتها تحت متابعة القوات المسلحة محدش كان عارف حاجة من اتحاد الكرة ايه اللي بيتم بص عشان كده من دي وان البطولة دي مكنش تحت اشراف اتحاد الكرة رئيسه فقط ممثل في اللجنة العليا والباقي كله يعني الحقيقة اللي مكنش حيتم بشكل ده مهم ده الشكل الكبير اللي انا بقولكه اللي تم طبعا الجمهور ودوره ومسئولياته دي مسألة كبيرة جدا اكيد هنتكلم فيها لانه الملاعب اللي تمت مش بس في القاهرة حتى في المحافظات اللي هتستقبل البطولة سواء استاد اسمعالية او استاد السويس او استاد اسكندرية الامور اللي تمت كبيرة جدا متاشي لانه انت في نقلة كبيرة ما تكسل الامم الافريقية جماعة مش هياخده للملاعب دي ويروح يعني احمد احمد مش هياخد المفتاح وهو ماشي الملاعب دي هتقعد لمصر وهتقعد للفرق المصرية وهتقعد للمنتخبات المصرية وهتقعد لللاعب المصري انت هقولك حاجة في حاجة غير مباشرة بقى اه انت متخل الملاعب دي اما تستقبل المطشات المحلية بتاعتنا هترفع المستوى الفني بتاع اللعبة ازاي طبعا هتقلل الاصابات ازاي اه يعني هتعمل نقلة نوعية مش عايزة منخشة شوف اكتر حاجة يعني انا يمكن عشان ده اسكندرية ده يا جماله بقولك التطوير اللي حصل للبنية التحتية في الملاعب مش طبيعي الفكرة اللي احنا شفناها من ملاعب في الفترات البعيدة وكنا بنكسف ان احنا نقول ان دي ملاعب مصرية مصر اللي علمت كل المحيط اللي حواليها يلعبوا فين ويلعبوا ازاي تبقى ملاعبها بالشكل ده لا انت النهاردة في كل الملاعب بتاعتك انت بتضاهي المستويات العالمية الكبيرة ده اهمية ان انت تتفاعل معاك كل اجهزة الدولة كل وزارات الحكومة المصرية انت بتتكلم على الداخلية ده ده يعني انا مش هقولك على الاتصالات وزارة الاتصالات واللي حصل من ازاي يقدر يعلي السعة والكفاءة بتاعت حتى شبكات المحمول والواي فاي وازاي يقدر فعلا يرتقب المستوى ده النقل ازاي تعمل طوارق في السكة الحديد انا جبت المحطة بتاع الطايم اه في الاول كانت منملة لاحصت بعد شوية ان الصورة بدأت تتنقى جدا يعني شوفوا حتى رجال الدين وتفاعلهم الطيب مع حدث يهم الشعب مهدين مش بمعزل ولا بمسافات بعيدة عن الناس مبارح كان فيه خبر مهم جدا انه فضيلة شيخ الازهر تلقى اتصال من الكابتن محمد صلاح وقدي ايه الراجل دكتور احمد الطيب كلمه على انه بتحافظ على التواضع حافظ على مسندة ومساعدة الفقراء حافظ على الروح الطيبة مع زميلك بتحافظ دايما وابدا على ارتقاك وتطورك وكان واضح انه صلاح المكالمة ساديو ماني السنغال صديق صلاح في ليفربول لما اتصل به اول ما جاء عامل ايا اسد شرفت مصر انوارت مصر فقال له ما تنسنيش في وعدك معايا ان انا ازور الازهر فواضح انه مانيه لما طلب من صلاح يوفر له فرصة لزيارة الازهر الشريف مكالمة صلاح لفضيلة شيخ الازهر امبارح كان لترتيب هذه الزيارة النهاردة دار الافتاء بتطلع بيان تناشد فيه الناس فيما يخص بطولة كأس الامم المسألة اكبر من مجرد لعبة كورة ده حدث مجتمعي مهم جدا بيراد منه حدث نقلة نوعية مختلفة ايوك انا حاسس ان الدولة تنظر ان احنا من خلال هذا الحدث اللي هو هيبقى محور اهتمام العشرات الملايين من الشعب المصري بمختلف مراحله السنية وانتماءاته وثقافاته هو فرصة لتمرير ودعم السلوك ودعم النظام ودعم الالتزام ودعم الولاء ودعم ازاي نقول ان احنا قادرين نعمل حاجة حلوة ونحافظ عليه دعا الدار الافتاء المصرية جموع المصريين الى ضرورة الالتفاف حول اهداف الوطن العزيز وطموحاته المتمثلة في تحقيق الاستقرار والرفاهية والرقي لهذا الشعب العظيم وان يكون الجميع على مستوى المسئولية بتفويت الفرصة على المتربصين بمصر وامنها وسلامتها واهبت بالمصريين ان يدركوا ان التاريخ شاهد بان من اراد مصرنا بسوء فان الله تعالى يرد كيده في نحره فمصر السلام لا تعتدي على احد بل تمد يديها بالسلام والامن والتعاون والخير الى كل شعوب العالم ونشد الدار الافتاء الجماهير المصرية ان يلتفوا حول منتخبهم الوطني بطريقة اخلاقية حضرية تليق بسمعة مصر وحضارة شعبها العظيم ومهما كانت النتائج فعلينا ان نتعامل مع كل الضيوف والوفود المشاركة بما تمليه علينا قيمنا واخلاقنا وحضارتنا فجميع الاخوة الافارقة ضيوف كرام عندنا ومن حق الضيف ان يعامل على انه في وطنه وبين اهله وجيرانه وينبغي ان نعمل على الاستفادة من هذه المناسبات الطيبة في تحقيق المزيد من اوجه التعاون واسباب التواصل وتعميق اواصل المحبة والصداقة والاخاء بين الدول والشعوب كما دعا الدار الافتاء لعب مصر الابطال الى بزل ما في وسعهم لاسعاد جمهير المصريين الذين يدعمونهم بقلوبهم وارواحهم مؤكدة ان مثل هذه الانجازات تبث العزم والطاقة الايجابية في ارواح المصريين جميعا وتجدد روح تحقيق الانجازات والانتصارات عند المصريين كل في مجاله وفي تخصصه وختم الدار الافتاء بيانها قائلة ينبغي علينا ان نعلم ان كل انجاز رياضي او اقتصادي او علمي او ادبي او اخلاقي هو رصيد مضاف الى الاجيال القادمة ترفع بها رأسها عاليا ويساهم في استكمال مسيرة الوطن نحو التقدم والازدهار واننا اذ نفخر بما تركه لنا اسلافنا من انجازات عظيمة في كافة المجالات وشتى العلوم والفنون يجب علينا ان نتعاون معا لكي نحافظ على راية مصر عالية خفاقة فلنقدم افضل ما عندنا الى الاجيال اللاحقة ولا ننسى ده بيان دار الافتاء ولا ننسى ان نشكر قيادة مصر الحكيمة المتمثلة في فخامة الرئيس عفتاح السيسي حفظه الله الذي لا يدخر وسعا في تقديم الدعم المادي والمعنوي الذي يساعد اللاعبين على تحقيق الانجازات التي تسعد الشعب المصري العظيم نسأل الله تعالى ان يوفق مصر والمصريين جميعا الى ما فيه الخير والتقدم والازدهار لما دار الافتاء المصرية اللي تقريبا ما بتسمعوش الكلمة بتاعتها الا مع رؤية الهلال بكرة صيام ولا بكرة افطار بنترقب كل ما يصدر عن دار الافتاء في مثل هذه المواعيد المسلمية لكن لما تطلع بمسؤولياتها ايضا العامة تجاه وطن بنظم بطولة يلتف حواليها شعبه ويستضيف 23 دولة شقيقة من دول القرى السمراء نبقى في لحظة تحول نوعي في الفكر ما هي بقولك هي انت بتستغل الفرصة مش سايب حاجة بتكلم الجوانب الاخلاقية من خلال الامر اللي هم محل الاحترام والتبجيل والتوقير والثقة فارجوا انها تؤتي ثمارها حتؤتي ثمارها بإذن الله الا اصحاب النفوس اللي هي متمردة ودون وشازة مش هتلاقيهم كتير فاللي جنبهم يقومهم يعني كل واحد يكون حريص انه ما سمعش الحد يتصرف تصرف فيه اخلال بالنظام وعدم التزام جنبه يعني ومش بالعنف انما بالتوجيه او بالانك تجيب حد يتعامل معه لان يعني الامر قد ينطيف بعض الاحيان ان حد يحب شوهلك المنظر ده لا مش هنسمح بهذا بإذن الله طيب لكن انا انا اه دي من صفحة دار الافتاءة دار الافتاءة طيب انا انا عايزة اقولك بقى حاجة تعالى ايه عشان نسى يستفيد من عادتنا دي بشكل عملي هنا بيقولك تعرف على طرق المؤدية الاستادل للقاهرة فانا هقولك انا معايا دسكرة درجة ثالثة اروح من هين مكتوب قدامك هنا بطاقة المشجع الفان اي دي اول خطوة مم فهتروح منها من علامات ارشادية دي كل اي دي بالتسكرة بتاعتها هتوصل من طريق النصر او يوسف عباس اذا كانت تلتة ايمين من النصر او يوسف عباس يعني انا معايا تذكرة درجة تلتة ايمين يعمل شارع النصر يوسف عباس في اتجاه الاستاد وهلاقي علامات ارشادية هتقول لي هذا الكلام وانا بقى ابرز الاي دي طيب الشمال تلتة شمال هتبقى يوسف عباس او صلاح سالم يبقى النصر او يوسف عباس واليمين يوسف عباس وصلاح سالم طيب لو الدرجة تانية هتبقى من يوسف عباس بس يبقى التالتة والتانية التالتة شمال ويمين والتانية من يوسف عباس كله والشمال من طريق النصر معاه واليمين من طريق صلاح سالم طيب الدرجة الاولى بكل فقاتها بقى ده يقدر روح الاستاذ من استخدام شارع ممدوح سالم المؤدي الى المدخل الرئيسي مش كده؟ اه بعد الوصول الاستاذ القيرة والدخول للمناطق المخصصة لكل تذكرة هتلاقي قدامك علامات ارشادية ومتطوعين مهمتهم مساعدتك في الدخول والوصول الى المكان لا معنا بنكلف الاول التوجه عشان ما تعودش تلف حوالي الاستاذ بالضبط انت معك درجة أولى هتروح من ممدوح سالم على المدخل الرئيسي جوا بقى العلامات الارشادية هتقولك طيب الفي اي بي هيخش من طبعا من الباب الرئيسية عن طريق شارع النصر وبعدين الفنجاري وبعدين مدخل المأصورة الضيوب بقى حامل تذكر البريمير البريمير فلم أن يستخدموا المركز الرئيسي برضو عن طريق النصر هلقوا علامات ارشادية علامات ارشادية المسألة أرجو ان احنا يكون يعني بساطنا بقدر ما يمكن انكو الاول ما تلفوش كتير حوالي الاستاذ طبع هتلاقى علامات ارشادية وهتلاقى متطوعين والحياة الشباب المتطوعين شباب يفرح بجد لانه دايما وابدا فكر التطوع فكر راقي وفكر حضاري وبيعكس درجة الانتماء درجة الاهتمام درجة النبل اللي عند هذا الشخص المتطوع لانه مبدئيا بيتطوع بوقته وبجهده وبصحته عشان يسعد غيره او عشان يخدم بلده ده فكر التطوع ولما بيبقى من شباب متعلم كويس شباب عنده لغة شباب قادر على مهارة التواصل حتى مع الثقافات المختلفة وقادر على التعامل مع ضيوف مصر بتبقى حاجة راقية جدا عارف دي هيبقى لمردود ايه هتعمل عندك قاعدة عريضة جدا من الشباب وثقافة معوانة الضيوف والاغراب هكون لها مرضود رائع على حركة السياحة في مصر مؤكد لان التعامل مع السائح او الاجنبي هو مرآة الشعوب دايما يعني الشعب اللي بيوجد هذا تجد ان المواطن في الاقصر واسوان والحيثة السياحية والبحر الاحمر والغرداء وشرم الشيخ المواطن بتاعها مختلف شوف انت حتى وانت بتقول لي انت حتقدر تفرز نوعية حتقدر تربي كوادر تعرف من اجمالي الالاف اللي تقدموا للتطوع من الشباب المتعلم المسقف الراغب المنتمي الواجهة الحضرية ده بعد اختبارات وبعد اختيارات كتيرة اختاروا بص اللي شغالين دلوقتي في البطولة عشان تشوفوا حجم اللي بيحصل على الارض 690 شاب متطوع في مجموعة القاهرة 691 في السلام في 433 يعني استاد القاهرة في 690 متطوع استاد السلام في 433 الدفاع الجو فيه 449 استاد اسكندريا في 283 شاب متطوع استاد السويس في 286 شاب متطوع واستاد الاسماعيلية في 389 شاب كل دول بص بقى استاذ ابراهيم كل منتخب معه 2 متطوعين بيجيب لغته حقول لك يعني الانتقائية بعضهم او معظمهم يتحدث من 3 الى 4 لغات اللي بيكلم فرنساء حيلاق اللي بيكلم انجليزي حيلاق اللي بيكلم انجليزي حيلاق اللي بيكلم رضي عليه الماني حيلاق اللي بيرضي عليه ربما لاتيني او يعني ايطالي يعني اعتقد كل اللغة حتى عارف اللغة السواحلية بتاعت لكنهم مش شديدين سياحيين مش يعني يعني الشباب ده حيخرج مسلح بخبرات حتخدمه في حياته العملية وانت عامل حساب حتى للمراكز الاعلامية بتعندك صحافين جايين من اليابان ايوه طالينة المان يلاقوا حد يتعمل معا شباب متطوع بيتكلم لغاتهم ايوه الاناس نسبة تمثيل الاناس في التطوع 49% بص المجتمع اللي فعلا بيتغير اللي بيده حقوق حتى للمرأة في صميم العمل في الاحتكاك حتى مع ثقافات مختلفة 49% نسبة تمثيل الاناس في شبكات التطوع في البطور الامور جاي في سكتة طبيعية ها وفيهم كتير على فكرة هتلاقي منتشر في المدرجات لإرشاد الجماهية يعني التوعية ما انت كلهم مش هيفو جنب بعض ها هم حيتوزعوا عشان يسهلوا الدنيا على الداخلين بالزبط يعني لانا قلتوا في كلمتين دول هتلاقي كل الشباب ده بيقابلوك من برة من الشوارع دي بيرشدك ها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر